يتوالى التصعيم بين الصين والغرب فصولا جديده بين باكين ومجموعة السبع التي سبق وحضت الصين على الامتناع عما أسمت التهديد أو الإكراه أو الترويع أو استخدام القوة وأكدت أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان وهو من رأته الصين تدخلا بشكل صارخ في خلافاتها الداخلية داعية الدول المجموعة إلى وقف التدخل في شؤون الدول الأخرى وإثارة التناقضات والمواجهة على خط التوتر بين الصين والغرب أيضا اتقاد لزيارة وزير الدولة البريطاني للسياسة التجارية جريغ هانز إلى تايوان فهل تشهد العلاقات الصينية الغربية مزيدا من التوتر والتصعيد؟ نرحب بضيطنا من باكين الكاتب الصحفي نادر رونغوان سيد رونغوان الرئيس الصيني وخلال الندوة السنوية لحزبه تحدث عن وضع خطوط حمراء فيما تتعرض له الصين ماذا تعني العلاقة اليوم مع المملكة المتحدة بعد العلاقة مع الولايات المتحدة والمتصلة بانفصال تايوان وهذه الزيارة الجديدة لوزير التجارة البريطاني وإلى أين يمكن أن تذهب بكين في هذه المواجهة مع تعرضها لوابل من العقوبات؟ أهلا ومرحبا بكم أولا بخصوص قضية مسألة تايوان فالصين تتمسك بمبدأ السن الواحد وأن تايوان لا يتجاز من الأراضي السنية فالموقف بكين تجاه هذه المسألة يعني مستميرا وواضحا فلا يجب فمسألة تايوان من القضاء يشؤون داخلية للسن ولا يجب لأي دولة أو قوة خارجية التدخل فيها فهذا موقف ثابت ومستميرا لأن هذا يتعلق بسيادة الدولة ووحدة أراضيها ولكن في المقاربات اليوم وعشية قمة مجموعة السبع ترى الصين نفسها مخاصرة الموقف الأمريكي ليس بجديد ولكنه محصوم اليوم تتجه المملكة المتحدة والدول الأوروبية التي قد تذهب إلى فرض قيود صارمة على المنتجات على التجارة على المواد الأولية كيف ستواجه بكين ذلك؟ وهل فعلا هذا ما أشار إليه الرئيس الصيني بشأن الخطوط الخمراء وهو مزيد من العقوبات وأزمة مفتوحة مع الدول الكبرى؟ فأولا الصين لا تريد فتح جبهة سرع ومسلحة مفتوحة مع أي دولة في العالم بسبب هذا وكذلك الصين تبدو أقصى جهودها من تدحر هذه الأزمة أو كذلك كما قلت أسرع ومفتوحة مع الدول في أخرى بسبب هذا ولكن الصين كذلك أخذت الأمر واضحة وأن هذه القضية هي قضية حساسة تتعلق بسيادة الدولة وحتى هناك تسريحات وزير الدفاع الصيني في الوقت السابق بأن الصين ستدافع عن سيادتها محما كان ثمن فيمكن أن نرى في هذه المسألة فلا يوجد مجال أو تنازل مجال للتفاوض ولا يوجد تنازل في هذه المسألة للصين ولكن لم تجبني على النقطة المتصلة أي قدرة لدى الصين في مواجهة هذه العقوبات وبأن تزيد عدد الدول التي ستذهب معها إلى هذه المواجهة طبعا يمكن أن نرى في هذه المسألة هناك فقط مجموعة صغيرة من الدول الغربية تريد أن تستغل تايفان كورقة تقتل الصين ومعظم الدول في العالم أكثر من 170 دولة تدعم الصين في موقفها في المسألة تايفان وكذلك رغم من كل هذه المعارضة من تدخل من الدول الغربية فهناك أيضا أكثر من 180 دولة في العالم تعترف بمبدأ الصين الواحد وكذلك هناك استعداد كامل اقتصاديا سياسيا والعسكريا من قبل الصين بخصوص من أجل معي تايفان من أجل حدوث يعني معي حدوث فصل تايفان عن الصين يعني أن يقول المتحدث اليوم باسم الخارجية الصينية بأن بيان مجموعة الدول السبع يهدد السيادة الصينية الموقف بعد زيارة نانسي بيلوسي كمان أيضا يضيف إلى هذه المواجهة التهدئة التي دعت إليها أيضا الخارجية من أين ستبدأ؟ هي أبقت الباب مفتوح على المفاوضات ولكنها حسمت موضوع تايوان طبعا يمكن أن نرى الأسباب التواطر وتسعيد ليس من جنب الصين وكل مرة هناك استثزازات للدول الغربية للصين بسبب مسألة تايوان فكما رأينا الصين قد أكدت مرارا متقرارا أنها تعارض هذه التدخل السافر لشوء الداخلية للصين وكذلك الصين تتمسك بمبدأ عدم التدخل لشوء الداخلية للدول الأخرى فلذلك يمكن أن نرى في هذه المسألة هناك أيضا المواجهة بين الصين والدول الغربي ومجموعة السابعة ولكن السبب التسعيد ليس من جنب الصيني أشكرك جزيلا شكر الكاتب الصحفي نادرونغ هوان كنت معنا مباشرة من العاصمة الصينية بكين